في هذا اليوم وفي هذا المساء بالروح الحين إلى منطقة جميلة تم مؤخرا تسجيل حي السياسب في مدينة المبرز بلحسة ضمن سجل التراث العمراني للمملكة وذلك بعد تسجيل منظمة اليوسكو وهيئة التراث وصنف الحي ضمن نافئات المواقع التي تحتضن مبادئة أهمية عالية تفاصيل أكثر مع زميلنا حسين السلطان اللي ينضم معنا أكيد حتى يعطينا أكثر عن هذا الحي وعن انضمام أكيد بهذه المنظمة المهمة مساء الخير عليك حسين مرحبا يا مجاهد ومساء الخير على كل مشاهدي برنامج ديرتنا ما زالت يا مجاهد بلادي تسجل هذا الحضور الفاعل في المنظمات والمحافل الدولية لتسجل هذا الاستحقاق العالي وإثبات للجميع بأن هذا الحضور العميق الذي يؤكد عراقة وقدرة المملكة أن تكون حاضرة وفاعلة في كل هذه المنظمات الدولية محمد الأحساب بعراقتها وبعدها أيضا الاستراتيجي وعمقها الكبير للإنسان والمكان سجلت أحد أحياءها حضورها في منظمة لينوسكو كأحد المواقع العمرانية التراثية للمملكة العربية السعودية حي السياسب في مدينة المبرز بالإحساء أحد أقدم الأحياء هذا الحي الذي تم استيطانه في القرن التاسع الهجري أحداث كثيرة مرت في هذا الحي وأيضا مواقع ترية هامة يسعدني في هذه الدقائق أن ألتقي بضيفي الأستاذ حسين القطيفي وهو أحد أبناء هذا الحي ومرشد سياحي أستاذ حسين بداية نريد أن نعرف المشاهد الكريم عن هذا الحي وتاريخه وأهم المواقع السياحية وأسباب تسجيله كذلك في التراث العمراني في البداية أبو علي أشكرك وأشكر أسرة القناة السعودية كما أتوجه نيابة عني وعن أخواني أبناء السياسب إلى حكومة سيدي وولاي خادم الحرمين الشريفين وإلى ولي عهدي الأمين والأسرة المالكة لهذه التحفة الجميلة التي أتحف هذه المنطقة بها الحقيقة حي السياسب يعتبر من الأحياء التي تعيش واقع الأحساء في داخل السياسب من الناحية الاجتماعية من الناحية الاقتصادية من الناحية الفنية من الناحية السلوكية من الناحية الأخلاقية حتى من الناحية نسميها الهبة لما يكون مثلا زي هل العوجة عندنا في السياسب نقول هل العالية لما يقولون هل العالية فتحصل أبناء السياسب يخرجون لذلك ما هي أهم المواقع الأثرية التي يعتد بها في حي السياسة في المبرر؟ في الواقع السياسة تعتبر كما يقول الأستاذ سامي المغلوث بأن هذا الحي يعتبر متحف مفتوح فيه من الآثار الجميلة الكثيرة سواء كانت مباني ذات طراز معماري قديم الدراويز والبراويز والمساجد كذلك موجودة فيها التحفة الأهم بالنسبة لنا وهي ارتباطنا بالواقع الديني وهي المساجد والمساجد حقيقة تشكل عالم في حد ذاته فعندنا مساجد مشهورة مثل مسجد شيخ منيرة بنت عرعر وأيضا هذا المسجد الذي بجوارنا وهو مسجد طاهر والذي أسسه قبل قرابة بل أكثر من 250 عام طبعا الطراز الموجود في هذه المساجد اتخذ طراز هندسي يواكب ويشابه الطراز الهندسي السلجوقي إلى حد كبير السؤال يتبادر لكل من شاهدنا الآن ما هي الميزة النسبية التي سوف يحظى بها الحي أو تحظى بها المملكة عندما سجل هذا الحي ضمن التراث العمراني للمملكة في منظمة الإنسكو على الأقل على الأجدار بأن هذا الحي سيتخذ أو سيكون يعني مصب أنظار المسؤولين بالتالي سيصبح هذا المتحف المفتوح مزار لأي سائح سيصل إلى هذه المنطقة أو لهذا الحي مما سيتيح إلى الإجراءات والإصلاحات لهذا الحي بصورة كبيرة جدا يعود في فائدة إلى أصحاب الحي نفسه نحن دائما نقول دمنا نتحدث بأن حي السياسي هو عبارة عن متحف مفتوح نحن نوجه الرسالة لكل زائر الأحساب أن تكون حي السياسي هو أحد المواقع على الخارطة السياحية المهمة جدا فلذلك ما هي الرسالة لنوجه اليوم لكل زائر الأحساب والخصوص اللي يزورون حي السياسي في مدينة المبرى أخوي أبو علي أنا يمكن رسالتي ليس للسياح في حد ذاتهم رسالتي لمنظم الرحلات في الدرجة الأولى لتوجيه السياح إلى مثل هذه المواقع لأن هذه المواقع فعلا هي التي تحكي حقيقة الأحساب قاطعتك حقيقة الأستاذ حسين لكني أنا وأنتجول في هذا الحي وأنتجول في هذه الأزقة أرى عراقة الماضي وأرى المكان في كل حي في حي السياسي هل ما زالت المباني بعضها محتفظ بمكانتها وموقعها؟ لا يزال البعض محتفظ ولكن الأغلب زي أنا ما ذكرت قبل فترة أن الأغلب بدأ في تجديد العمران فتخذ الأشكال القديمة بدأت تندثر شيئا فشيئا لكن لا يزال الآثار القديمة موجودة حتى الطرز الهندسية التي جاءوا ينسونها من جديد أصبحت تأخذ نفس الشكل القديم خلينا هالبطل دامج معنا وطلع معنا في الشاشة بس خلنا نسأل عن اسمك تعرفنا عليك رضا حسين قطيفي طيب أنت مبسوط في الحي هنا حي السياسي؟ جدا وش اللي يعجبك في الحي؟ علمنا وعلم الناس وش اللي يعجبك في الحي؟ التراث التراث؟ وأحيانا هي حاضرة في المنظمات الدولية لتشكل هذا العمق التاريخي للمكان والزمان والإنسان شكرا لك يا حسين على إبراز هذه الأماكن الرائعة جدا وإبراز هذه النجازات حتى يكون مع الخبر بإمكان المشاهد يشوف هذا التراث الموجود في هذه المنطقة وتم زيارة زيارة زي ما ذكرت ويكون توافد أكيد الناس سواء من داخل المملكة أو خارج المملكة حتى يطلعون على جمال التراث